ثلث الشعب الايراني يعيش تحت خط الفقرة بحسب ما ذكرت احصاءات رسمية صادرة عن نظام الاحتلال الايراني الفارسية كما تشير ايضا تلك الاحصاءات ان نسبة البطالة فاقت الستين في المئة في العديد من الاقاليم وفي الاحواز المحتلة فان مظاهر الفقر والقحط باتت جلية للعيان المتسولون وبائع الشوارع يملؤون ارجاء البلاد وكالة تستر الاحوازية للانباء قامت بتصوير بعض مشاهد الفقرة من بائع الشوارع اطفال ونساء ومتسولين عجزة يبحثون عن عمل في اقليم ينعم بثروات هائلة من نفط وغاز ومعاد ومياه واراضي خصبة وغيرها لا يجد شعبه فيه لقمة العيش وبحسب التقرير المصور فان عددا كبيرا من النساء الاحوازيات يتخذن من المقابر مكانا لبيع الورود سعيا وراء لقمة العيش الكريمة وتسعى هؤلاء النسوة اللواتي يعانين من حرمان رب الاسرة بسبب الاعتقال في سجون الاحتلال او استشهاده على يد قوات الامن او الاختطاف من قبل سلطات الاحتلال الى توفير المستوى الادنى من الظروف المعيشية لاطفالهن انا جاءني انك ثلاث اربع نسائل من العراق اليومين الماضيات واحد ارسل لي وقال لي كم تبغى نتفعلك وتوقف وحدة الرصد اللي في قناة وصع يظلمي انا صاحب القناة يعني ارسلت له يعني اتلطف معه وادعوه للخير فارسل لي بعدها بسبعين قالت بحثونا بهالقناة انا اتكلم جدا الاحواز المتنوعة ولم تقدم الحكومة المتعاقبة للاحتلال على الانفاق من خراج موارد تلك الثروات ومن ابرزها صادرات النفط والغاز التي تشكل نسبة 90% من عموم انتاج ايران فالبنية التحتية في الاحواز تكاد تكون معدومة وكذلك لم توفر مؤسسات الاحتلال للمواطنين الاحوازيين ابسط سبل الحياة الكريمة كالعمل للتقليل من البطالة والضمانات الاجتماعية للأسر التي بلا معيل ومن بينهم اسر الشهداء وعوائل السجناء والايتام وكبار السن والعجزة والمرضى ان خيرات اقليم الاحواز كافية لتوفير الرفاهية لمواطنيها لو تم توزيعها بعدالة الا ان سلطة الاحتلال دابت على استنزاف ثروات الاقليم في مشاريع تخريبية بالمنطقة ودعم اضروعها المسلحة وتنفيذ مخطط خبيث لافقار سكان الاحواز العرب بهدف دفعهم الى الهجرة وتعويضهم بالمستوطنين الفرس احيانا